اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا من برج الميزان طيب ارد لك خبر اول شي بما انك انت برج الميزان بيتك التاسع له الجوزة وعطارد بتراجع في الجوزة فطبيعي رح اقول لك الفترة مش مناسبة بعد ما ينتهى ينهي عملية التراجع يعني ثلاث ايام بعديها بعدها بتصغير فترة مناسبة يمكن هي تقديم الطلب لانه الفترة الماضية كان برضو المريخ موجود بالثور بعدين انتقل للجوزة بعدين يعني اثر بشكل كبير على امور اللي الها علاقة بالجنسيات والامور اللي الها علاقة بالدوار الحكومية بشكل سلبي لما يرجع وطارد بالحركة باعطي دفعة جيدة ولكن بدك تصبري بعد ما ينتهي التراجع ثلاث ايام بعديها بيكون الفترة هاي افضل بالنسبة لك ان شاء الله تعالى طيب سؤال ثاني يسعد مساك دكتور هل يوجد كوكب للمرض لا هو مش كوكب للمرض هو كوكب بيكون كوكب سلبي او منحس او بيكون شوي هيك ضاغط بشكل سلبي بيكون في بيوت لها علاقة بالمرض يعني مثلا بيكون في اي بيت من البيوت ممكن انه يسبب يعني زي زحل مثلا وجوده في البيت السادس بيأثر المريخ وجوده في البيت الرابع في البيت السادس في البيت الثامن برضو بيأثر بيجيب نوع من انواع الامراض الزوايا السلبية ما بين الكواكب وما بين البيوت برضو لها علاقة بالامراض وعلى حسب المرض يعني كل برج له علاقة بجزء اساسا بجسم الانسان يعني لما نيجي بنحكي مثلا الحمل له علاقة بمنطقة الرأس نيجي نحكيه على الاسد بتلاقي الاسد له عرضة لمنطقة الصدر عشان هيك مواليد الاسد اكثر شيء بتأثره من منطقة الرئاء منطقة القلب جلطات اشياء لها علاقة في هاي المناطق بتيجي على مثلا العقرب بتلاقي مثلا برج العقرب نقاط الضعف عنده اللي هي مناطق المسالك البولية اللي هي اسفل البطن والأمراض الجنسية والأمور هاي طيب لان لما بيكون برضو موجود كوكب سلبي في هاي الأبراج طبيعة الحال بيحفز انه يكون هذا الشيء يعني بيحفز انه المرض هذا مثلا الانسان يتعرض له او بيكون نقطة ضعف عنده هاي وحدة اثنين بعد مرات الأرقام اللي هي اللي بتتشكل منها تاريخ الميلاد لها نقطة ضعف برضو بتنوصل في شيء له علاقة بنقاط الضعف بالجسم قلون معدي جهاز عصبي شغلات زي هيك برضو ممكن نيجي احنا لما منشوف الخارطة الفلكية عشان نطلع على الصحة منشوف البيت السادس البيت السادس له علاقة بالمرض منحدد انه مثلا اجي البيت السادس العقرب منقول له نقاط ضعفك للجهاز التناسلي بيته السادس اجي الاسد منقول له نقاط الضعف عندك منطقة الصدر ولكن ممكن انه يجي ماشي الصدر ولكن ارقام برضو لها علاقة مثلا في برج السرطان نيجي ونقول له برضو بتعاني من نوبات تحسس لها علاقة بالصدر لانه معظم السرطان بيعانوا من نوبات تحسس من رأوية او التهابات صدرية او شغلات زي هيك برضو بتدل على هذا الموضوع اما كوكب معين له علاقة بالمرض لا هو كوكب بساعد وجوده في مكانه انه يأثر او يخلي نقطة ضعف معينة للمرض فقط طاغير بارك الله فيك دكتور انا برج الاسد وطالع الحوت هل الوقت المفضل للعمل يصلح لما تكون الشمس في السرطان اه طيب هنا انا بدي اجوابك اوليش لما ناخذ من الطالع احنا لانه تقسيمة الطالع دائما بتختلف اذا اجا في تقسيمة الطالع البيت السادس بيجي مثلا في السرطان وبامتد للأسد في هاي المساحة اللي بيكون موجود فيها الشمس او الزهرة هاي فترة ممتازة بتكون بالنسبة للعمل يعني لازم تكون بحدود البيت السادس لا اليك او البيت العاشر لا اليك فعشان هيك مش زي الابراج انه بيتيجي البرج الفلاني لا لانه بتلاقي الطالع مثلا بيجي باخذ من نص برج او ربع برج او من اخر برج او من طرف برج وبيمتد لبرج زيادة او انقص من برج شوي فهاي المسافة البيت ان كان البيت السادس او البيت العاشر لا اليك فهدولا بيدلوا على اشياء لها علاقة بالعمل بالنسبة للحضوض البيت الخامس بالنسبة للك يعني لما تيجي انت تقول انا اسد بيت الحضوض الي باجي بقولك بيتك الحضوض لا الاسد اللي هو القوس بيت العمل بقول للجدي ولكن لما باجي للحوت بتختلف المعادلة لانه طالع هنا فبتاخذ البيت السادس لا اليك من بدايته لنهايته هاي المكان هاد اذا نوجد فيه مشتري الزهرة الشمس القمر حتى برضو بتدعمك ان كان السادس او البيت العاشر بالنسبة للك اذا انت بتشتغل مثلا بنمط التجارة اذا كنت تجارة زي بقالي او مكان البسي او اكسسوار البيت الثالث بالنسبة للك بصير ممتاز هذا عندك عمل قائم اذا كان استراده تصدير او امور انك انت بتستورد او تجارة كبيرة بتيجي على البيت التاسع للك هو اللي بحفز على الامور هاي اذا عمل من ضمن مؤسسات ومطاعم او خدماتية سجون مثلا بتشتغل بالسجن او بتشتغل في مستشفى او هاد البيت الاثناش بصير قوي بالنسبة لهاي الامور لانه هو بيت المؤسسات الكبيرة سؤال الله يعطيك العافية دكتور على الشرح المبسط والجميل ممكن اسألك سؤال ليش تعبنين موليد برج الثور ما فيه شي بضبط معاهم للأسف مع العلم انه الفترة كويسة لمدة شهرين طيب ممكن جواب راح اجواب اول اشي بالنسبة لبرج الثور لما تيجي تطلعي انتي على الوضع الفلكي اللي حالي موجود بتلاقي تجمع الكواكب اللي موجودة اول اشي الثور اورانوس بشكل زوايا سلبية فبعطي زاوية تربيع وهذا بيأثر على موليد العشرية الأولى في نفس اللحظة عطارد بيتراجع في بيت المال فعشان هيك بيجيب فلوس ولكن بعطي مصريف زيادة مش كل اشي لالفلوس بزبط معاهم ولكن في امور اخرى بتلاقي ممتازة الحاليا مثلا الزهرة انتقلت بصارت بصارت يعني من المفروض هذا بيته بيته الثالث فبينشط بالحركة بالاتصالات بالترويج لأشي معين فهاي فترة قادمة ممتازة لأله ولكن طالما انه الامور المالية هي اللي بتشكل العب اللي اكبر عليه والمصريف لزيادة فهو بنضغط من هاي النقطة عشان هيك ينتبه لأمواله ومصريفه وثاني شي يضبط اعصابه لانه برضو تنسيش انه القمر الان موجود بالحوت بده ينتقل للحمل يعني صار في بيت المتاعب تقريبا فهذا بده يضغطه خلال فترة تحركات القمر لما يوصل القمر لعندك ببلش مرحلة جديدة بالنسبة لعليك بتستمر تقريبا نص شهر فعشان هيك بتكون الاجواء احسن وافضل بالنسبة لعليك هاي السبب ليش الثور بحسه بالنوع من الضغوط في هاي الفترة اما بالنسبة للسؤال الاخير عند المثقف او المتعلم ما بيصدق الخزعبلات شكرا اخي ما هي انا ما فهمتش السؤال اول اشي يعني هو سؤال ولا جواب ولا جواب على الحلقة اللي انذكرت بالنسبة للمثقف من المفروض انه يكون مطلع على كل شيء ويتقبل كل شيء ويحاول انه يعني لو نوع من المعلومات اما بالنسبة للخزعبلات فهاي الخزعبلات ولا واحد بصدقها يعني المثقف والعالم والجاهل والدنيا كلها الخزعبلات ككل ما حدا بصدقها يعني انا معك في هاده النقطة ولكن انا ما فهمتش انت ايش القصده بالتحديد اذا كان على الحلقة الماضية انه لما حكينا عن الجفر وحكينا عن علم الرمل فهذا هاي علوم هاي ملهاش علاقة بالخزعبلات لانه لو شفتها على حقيقتها او قاعدت مع شخص بيشتغلها بتتغير فكرتك لانه بتشوف العلم الرباني اللي اكرم فيه انبياء الله عز وجل او اولياء الله بعلوم خاصة لا الهم يعني عيسى عليه السلام كان يحط ايده على المريض يشفى فلو اجيتها الساعة بقولك انا بعالج باللمسة عن طريق الطاقة بتقولي هاي خزعبلات فيش اشي فيه طب وهذا يعني انا كطبيب بقولك فيه طب ولكن ما بنفي انه فيه علم اسمه علم الطاقة انه ممكن من خلاله انك تخفف الالم ولكن اني عالجها واشفيها زي ما عيسى عليه السلام كان يعالجه ويشفيها بقولك طبعا هنا احنا دخلنا بالخزعبلات ولكن هو كعلم موجود كقدرات موجودة وتختلف من شخص لشخص ولكن انها تصل لمرحلة انك تشفي مستحيل الا بكرام ربانية احترامي وتقديري خلينا نروح على توقعاتنا اليوم ليوم الجمعة اربعة حزيران طبعا القمر اليوم انتقل او ساعتها هو انتقل الحمل فما رح نذكر عن عملية الانتقال وخلوق المسار او الزوايا اللي رح تتشكل رح نكتفي انه احنا نذكر انه انتقال كان منتقل واستقر وفي برج الحمل بالنسبة للقمر بما انه موجود اليوم في منزلة الشرطين وحكينا هاي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والحمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر او قص الشعر جيدة لها رح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة سبعة وتسعتاشر دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدي النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر بما انه موجود بالحمل فتأثير رح يكون على جميع الابراج بالفترة هاي ناخذ من صفات البرج اللي بيكون موجود في القمر فبنتأثر من هذا البرج في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بيكون منكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وادخال تعديل على قصة شعر او اقامة حفلمة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عندنا زاويتين فلكيات ورح يجوا في اخر ساعات النهار يعني في ساعات المساء ولكن تأثيرهم بكون من الصباح على جميع الابراج اول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس نزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا القمر بما انه موجود في برج الحمل فخلوه المسار القادم رح يكون يوم السبت خمس ستة بيبدأ في تمام الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة مساء وبيستمر لليوم حتى تمام الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا لينتقل القمر لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 24 يوم طبعا به ظل 24 يوم لغاية منتصف الليل نسبة الاطاء 25 اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيدة بنسبة 90% القمر في الحمل حتى يوم 6 منتحس حتى ساعات الصباح بنسبة 10% وبعدين بيصير سعيد بنسبة 10% اما بالنسبة العطارد في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 22 ستة نزلت نسبة السعودة إلى 5% يعني اقتربنا على منتحس يعني بلشت تأثيراته القوية للتراجع بتزيد في ابتداء من اليوم أما بالنسبة للزهرة في السرطان حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% ورنس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% أما بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقت ثقت اليوم بأنفسكم بتكون كبيرة وبعمكم النشاط بشكل أكبر اليوم بتقدروا تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة اليوم ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شي إنك تتحرك وما تنتظر إنه الفرصة هي اللي تيجي لعندك حاول إنك أنت تذهب بحث عنها أو تبحث عنها وما تضيع الوقت هاي الفترة بتحمل بداية جديدة فيها كثير من الأشياء الجيدة ولكن بالمقابل بدك تضبط عصابك ودير بالك من الحدية بأثناء التعامل والعصبية وبدك تركز برج الثور طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فبيتطلب منك هذا اليوم عدم المبالغة في مجهود كم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم اليوم ابتهدأ الوتيرة عندكم وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة وممكن تظهر خلافات أو التباسات طبعك بالفترة هاي بكون متقلب ومزاجك بكون متعكر أهم شي إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع ضبط العصاب مطلوب بشكل كبير برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الأصدقاء اليوم اجتماعي كامل منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو يتوجه له دعوة لحضور حفلة اليوم برضو بإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء وبرضو بدك تنتبه أن الفترة هاي بمعنى الأصدقاء من سوء تفاهم ممكن يصير بينك وبين أحد الأشخاص برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبإمكانكم اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارية أو لاتصال بأحدهم بتكون الظروف عندك داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات بشكل كبير اليوم لا حاول إنه برضو إنك ما تكون مهمل خصوصا بعملك وما تترك انطباعات سلبية عنك يعني هذا بيت السمعة برضو بدك تحافظ على سمعتك ودير بالك من أي تصرف ممكن إنه يجيب تشويه سمعة أو يعرضك لمسائل برج الأسد طبعا اليوم بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو لإجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة اليوم بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالإعتزاز والفخر أهم إش أنك ما تستسلم وما تردخ لشروط ما بتناسبك وبرضو اليوم عندك قدرة أنك تناقش بمنطق وبحكمة كثير من الأمور برج العذرة طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة لمكسب إلى وصلها بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة الخوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم أو متفهما لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي لأنه شوي هذا بيتك الثامن أفضل من البيت السابع ولكن شوي لأنه منتحس شوي القمر يعني ممكن يسبب لك بعض المشاكل برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ابتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت طبعا القمر مقابلكم تماما عشان هيك طاقتكم بتكون ضعيفة بدك تدير بالك حاذر من التراجع الصحي يعني هو ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات أهم شي إنك تتجنب المشاكل وما تتصلط على أحد بالفترة هاي برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء أهم شي إنك تنظموا جدوى الغذائكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني إنه المرحلة رح تكون سهلة بتكثر عندكم الواجبات وتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية برج القوس اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هاي بتعطي فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتكم متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على الاستيعاب واستيعاب الأمور بتكون ممتازة جدا هاي فترة إيجابية حاول إنك ترتب أمورك وتستغلها لأنه يعني من الفترات اللي ما بتتعوض هذا الشهر برج الجدي اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم أو على الأمور اللي العلاقة بالعقارات والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج اليوم المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة اليوم ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض للمحاسبة وربما للتحديات والاستفزازات أهم شي إنك تضبط عصابك قدر الإمكان حاول أنك تحل المسائل بعقلانية بدون عصبية برج الدلو بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشارك في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم على عمل المهم بيلفت الأنظار والإعجاب برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون تحين من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة